بدي اتابع انا وياك. حكينا كثير عن قانون الانتخابات الحالي. في كثير اشخاص بيدعو اه لانون دائرة واحدة. اه بيدعو لاهوقات كمان انتخاب الرئيس اه من اه الشعب. وحتى لا تغيير اه انه الرئيس يجب يكون ماروني والرئيس مجلس يجب يكون الشيعي وتكون مداورة. بهيدا موضوع كمان رئيس الوزارة سنة. شو رأيك بهولنط روحات? ثلاثة اسئلة سؤالك. سؤالك ملاقسمه له ثلاثة اسئلة. مع اي سؤال بدك نجيوب بالاول. انتخابات دائرة واحدة. دائرة واحدة. كنا قلنا انه القانون الحالي هو قانون ديكتاتوري لديمقراطي. فالانتخابات لما بيصير دائرة واحدة بتصير محدة ليه بيصير نص الشعب اللبناني بدوش انتخاب. ليش? لانه التوجهات اللبنانيين توجهات اللبنانيين حاليا ما بتسمح بهذا الامر. هذا الامر بيصير لما بتصير فيه لا مركزية مطلقة. مش مش ما موسعة هايك بالكلام مش معروف شو معنيته. لا مركزية مطلقة يعني بدي غير ساعتها النظام اللبناني واعملوا نظام فدرالي. وساعتها كل الفدرالية بتكون على مستوى الفدرالية كلها انتخابات واحدة. نعم. وساعتها ببعد فيه لبنان كله دائرة واحدة. اذا لبنان كله دائرة واحدة. الاكترية بيربحوا. الاكترية بيربحوا. يعني بيربحوا منين الاكترية. اليوم لبنان مقصوم طائفيا. يعني قصدك الاكترية يعني المسلمين. نعم. نعم. اليوم لبنان مقصوم طائفيا. العدد المسلم من بعد مرسوم التجنيس المشؤوم صار اكتر. بلواقع الشاطب قبل مرسوم التجنيس المشؤوم لوقع الشاطب كنا اتنين وخمسين بالمية نحنا مسيحيا. مين وارمعين مسلمين. بعد المرسوم المشؤوم انقلبت الاي. عساس جنسوا تقريبا. خمسين الف مسيحي مية وخمسين مسلم مع عائلاتهم. وعد بقى العائلات الاسلامية قداش بتكون والعائلات المسيحية قداش بتكون. معناتها تقريبا جنسوا خمسمائة الف او ستمائة الف مسلم ما بين مية الف مسيحي. فشي طبيعي انه ينقلب موازين تنقلب موازين الديمغرافيا. فإذا انقلبت موازين الديمغرافيا ضمن التربية العقائدية الموجودة حاليا في لبنان. هذه التربية المزهنة للانسان تزهين طائفي. كيف تعمل انتخابات دورة دورة شو اسمها دائرة واحدة. لا ابدا. هيدا بتصير محدلي وماشي ولا ديمقراطية وديكتاتورية مذهبية. ما رايزة. خطأ مية بالمية. خطأ مية بالمية الدائرة الوحدة. انتخاب رئيس جمهورية من الشعب. متلا. متلا. ليش? راح قل لك ليش? لانه انتخاب رئيس جمهورية بالمية بيجيبوا الاكترية. بيجيبوا الاكترية. لما بغير النظام يا عزيزي. وبعملوا نظام فدرالي. بيكون في حكومة مركزية وكل فدراسيون عند حكومتها مركزية ونوابة وماليتها ومن جميع. ساعتها ماني ضد المداورة. يعني انت مع الفدرالي. مية بالمية. ماني ضد ساعتها بس يصير النظام فدرالي محترم بامن وسلام. مش يصير بالقوة وبالحرب. لا انا ضد هيدا. ساعتها انا مع المداورة بكل شيء. عنا ست عشر طائفي بلبنان تمنت عشر طائفي. بداور على تمنت عشر طائفي. رئيس جمهورية وقائد الجيش ورئيس مجلس نواب والوظائف الاولى بالدواء بالرقم واحد. كل شي. بعملون مداورة. اقله ستة. ست طواقف. اقله ست طواقف. متل ما بني لبنان سابقا. بني على الطواقف الستة. يعني تلاتي من مسيحيين ثلاثي مسلمين. سنة شيعة دروز. مورني روم مرتو دوكس روم كاتوليك. كاوس ستة. وبداور عليهم. ساعتها لا بأس انه يجي رئيس جمهورية من اي طائفي الكان على ان يأتي رئيس مجلس نواب من طائفي اخرى ورئيس الحكم من طائفي التالتي. وقائد الجيش من طائفي رابعة. والامن العام من طائفي خمسة. وهكذا الوظائف الاولى وحاكم مصر في لبنان. الى اخره. اللي بيشوفوا انه هذه الوظائف هي الاساسية والحاكمة في لبنان. وما بيعودش في مشكلة بالوزارات لانه بتصير الوزارة المركزية مانا حاكمة لبنان. الحاكم هو بيكون الوزارة بالفدراسيون. فدراسيون عن الولايه. هذه هي الحاكمة بالفعل. بيبقى عندك اللي هني عامين بهذا النظام. هني العملة. والجيش مش قوة الامن. العملة والجيش والسياسة الخارجية. والبقى كله. مداورة اه التواقف على الرئاسات. بالنظام الحالي. بالنظام الحالي اللي نحن فيه هلا. هلا او ازا غيره يعني. ازا غيرنا النظام. هلا فيها ايضا. ازا غيرنا النظام نحو الفدراسيون الفدرالية ايه مع المداورة. ازا بالنظام الحالي. بالنظام الحالي بنا نمشي متل ما ماشيين هلا ما ندفت مداورة بالوظائف رقم اثنين. لانه الطائف كرس الوظائف الاولى. تلاتي. كرسة. بالدستور القديم كانوا اوعى بكتير ما كانوا كرسين. كانوا كاتبين مادة بتقول تراعة. ولفترة زمنية محددة الطواف. تراعة. هلا الطائف كرسة. رئيس الجمهورية طايفته كذا. المجلس النواب كذا. الرئيس الحكومي كذا. اوكي. هذا التكريس ما ننظر ماشيين فيه. ده بينما يوعى الشعب اللبناني ويوعى المسؤولين وبعد بكير. اما اما الوظائف الاخرى. مثل الوظائف الفئة الاولى مثلا. ايه مداورة شو عليه. حتى الحكومات. الوزارات مداورة شو عليه. اه. يعني ابونا بس تتطبق هالقصص. يعني كمان بدا بدا كتير عندنا بالبلد. يعني قصة الفيدرالية. بدا كتير برأي برأي الواقع. عفوا. برأي الرؤية. بالرأي الرؤية بدا كتير. بس برأي الواقع ما هني عايشينا. كل واحد عم زبلته صياح. نحنا قربنا من انتهاء وداية رئيس الجمهورية والعهد. اه. لو كنت نائب بالبرد ما. مين كنت بترشح اوشي مين بتنصح ويترشح. قائد الجيش. اه. فقط. فقط. ليه. لانه الزمن هلا بده شخص متل قائد الجيش. هلا. يمكن سنت جيل بعد منها بعش بده. اجا اجا قائدين جيش. الله. مش كلهم جوزافعون. فقط جوزافعون. نعم. معبول قائد الجيش جوزافعون انا. لو كان ابو نيعسي يمكن كانت للشي تاني. لانه هلا. يا اما. تعرفت على قائد الجيش. ايه نعم. يا اما. هبة من عند الله. بعد منستاهل شيء منيح بالبلد. اجا جوزافعون قائد الجيش. رصانة. وادمية. ونزاهة. وعدم انخراط بالفلتان السياسي. وعدم انخراط بحروب ضد الاهلي. وا. شو بدنا احسن من هيك. ها. هذا الرجل. ثم علي رضا دولي. علي رضا دولي. هذا الرضا الدولي من زياراته بيبين. من الشهادات اللي بينعطها فيها من بعض الدول بيبين. شرقا وغربا. طيب انه بدنا واحد احسن من هيك. مش معناته فيش غايره. بس لهذا الزمن هو افضل. ازا مانه بالحسابات قائد الجيش. انا بحطه بالحسابة. ازا مانه? ازا هو مابده. مابده? بجبه. ممكن هو مابده. بصبره. اه. يعني مانك مع الوزير بسيل مع فرنجية. مش وقت حدا غير قائد الجيش. ده هنروح للأسوأ ازا طرع حدا غير قائد الجيش. مش ضرور الاسوأ. يمكن ضل تريوح مكانك. يعني الاسوأ. ما هي روح مكانك يجيب توليد الاسوأ. لا مش ضروري. يمكن تماليش تمشي لقدام ببطء كبير. اه. نحنا بحاجة لحلول شوي سريعة. عندك امل بلبنان يضل. مية بالمية. يضل لبنان. مية بالمية. ام. ما بينتهي لبنان. لا. هيا بالانجيل يعني اصلا. بالكتاب المقدس. شو كذب يعني اذا بالكتاب المقدس. لا معقول كذب. بس انه. لبنان واقف الله. واللي بده يبلعوه بده حسك. نحنا لبنان متل عظم السمك ازا بدك مش بالانجيل. متل عظم السمك اللي بده يبلع بده حسك. مين ما كان يكون من جوا من بره. يعني بحترم حبك للوطن وحبك للبنان. وكلنا اكيد نتمنى انه لبنان يرجع يوقف على اجراء ونقدر نستمر بها البلد. لانه يمكن اليوم العذاب يلي عم بيعيشوه كل اللبنانية. بعتقد ولا شعوب قدرت تتحمل هالشي اللي هقطعوا فيه اللبنانية فرد مرة. لانه عنا نحنا قدرة هائلة. مش موجودة عند غير شعوب. عنا قدرة هائلة. شفتلك شي بلد بالعالم. مقسوم متل ما مقسم الشعب اللبناني. بيعمل الانتخابات باقل اضرار ممكنة. هدا رقي. هدا رقي تاريخي. مش رقي ابن سياتو. نحنا قلنا ستة الاف سنة من الحضارة. وستة الاف سنة من الديموقراطية. اه. وستة الاف سنة من التمرس بالحكم. وستة الاف سنة من المرونة مع التكيف والمتغيرات. بما انها المرونة بالتكيف مع المتغيرات فش علينا خوف.